إيقاف التشارك بمجلد لقد تعلمنا في الدرس السابق طريقة تفعيل التشارك بمجلد ما وسنتعلم في هذا الدرس طريقة إيقاف التشارك بمجلد ما قبل أن تقوم بإيقاف التشارك بمجلد ما من الضروري الانتباه إلى أنك يجب أن تتأكد من أنه لا يقوم أي من مستخدمي الشبكة باستخدام أحد الملفات في ذلك المجلد الذي تريد إيقاف التشارك به وذلك لتفادي خسارة ذلك المستخدم للتغيرات التي قام بإجرائها على الملفات سنتعلم في درس لاحق الطريقة التي يمكننا من خلالها معرفة أسماء الملفات في المجلدات المتشارك بها والمستخدمة من قبل مستخدمي الشبكة لقد أشرنا في درس سابق إلى إمكانية التشارك بمجلد أكثر من مرة واحدة وبأسماء تشاركية مختلفة وصلاحيات مختلفة كما أشرنا إلى أنه عندما تشاركنا بنفس المجلد أكثر من مرة ظهر هذا الزر المعنون Remove Share أي ألغي التشارك لعلك أدركت وظيفة الزر من خلال عنوانه وظيفة هذا الزر هي إلغاء التشارك الظاهر اسمه في هذا الحقل إذن يجب أولا أن تختار من هذا الحقل الإسم التشاركي الذي تريد إلغاءه ومن ثم أن تقوم بضغط زر إلغاء التشارك لاحظ اختفاء الاسم التشاركي من الحقل مما يدل على أنه تم إلغاءه لتطبيق التغييرات قم بضغط الزر OK ماذا لو أردت إلغاء كل التشاركات المتعلقة بهذا المجلد دفعة واحدة؟ للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية أولا قم بتسجيل الدخول إلى الحاسب باسم مستخدم له صلاحية إضافة وإلغاء التشاركات مثل حساب المشرف ثانيا اضغط بالزر الفأر الأيمن على رمز المجلد الذي تريد إيقاف المشاركة به ومن ثم اختر الأمر sharing and security ثالثا اختر الخيار don't share this folder أي لا تتشارك بهذا المجلد تشير الرسالة الظاهرة في النافذة إلى أن هذا المجلد متشارك به أكثر من مرة واحدة ويطرح عليك السؤال هل أنت متأكد أنك تريد إزالة كل تلك التشاركات؟ للتراجع عن إلغاء كل التشاركات قم بضغط الزر no وللاستمرار في إلغائها قم بضغط الزر yes رابعا لتطبيق التغييرات قم بضغط الزر ok لاحظ اختفاء اليد من رمز المجلد